مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة على قناتكن اقتصاد أحمص اليوم رح نحكي عن الموضوع اللي شاغل كل العالم وخصوصا أمريكا وعمل أزمات إلى أول ما لآخر وما حدا عبيقدر يتوقع شو اللي ممكن يصير طبعا نبين معكم إنه رح أحكي عن الدهب خصوصا إنه سعر العالم يطاير عند أعلى مستويات بالتاريخ وعب يلعب بالأسبوع الأخير عند حاجز الـ 2400 دولار للأنصة الوحدة وبوقت تسجيل هاي الحلقة الدهب سجل سعر 2392 دولار للأنصة يا ترى شو اللي مخلي أسعار الدهب بإزدياد مستمر على الرغم من إنه المؤشرات بتقول لازم سعره ينخفض وهل رح يستمر سعر الدهب بالارتفاع ولوين ممكن يوصل وهل الوقت حاليا مناسب لشراء الدهب ولا الوقت تأخر وأسعار الدهب رح تبدأ مرحلة الهبوط كل هذا وأكتر رح نتعرف عليه بفيديو اليوم لهيك جاهز كبايت الشاي طبعك وعطيني من وقتك 10 دقايق لا أحكي لك القصة من الأول بالأسبيه الأخيرة مؤشرات الاقتصاد الأمريكي طلعت أحسن من المتوقع وهذا المفروض كان يسبب انخفاض ملموس بسعر الدهب بسبب زيادة قيمة الدولار بس اللي صار إنه الدهب ارتفع من مستوى 2100 دولار للأنصة ووصل لمستوى 2400 دولار وهذا اللي حير خبرها الاقتصاد وصلنا نشوف كل محلل عم بحط أسباب غير تاني من أسباب صحيحة بنسبة كبيرة ومن أسباب مو منطقية أصلا طب يا ترى شو السبب الحقيقي لارتفاع سعر الدهب؟ لنعرف شو هي الأسباب بهذا الارتفاع لازم نحكي عن العوامل اللي بتأثر بسعر الدهب الدهب من بداية الحضارات البشرية هو أهم المعادن النفيسي اللي بتتقيم الاقتصادات على أساسها وفي كتاب بعنوان The Golden Constant تم إطلاقه بسنة 1977 للكاتب والخبير الاقتصادي روي جاسترام بهذا الكتاب روي بيوضح كيف الدهب قدر يحافظ على قيمته على مر العصور ولا يثبت نظريته راح للمصادر التاريخية لا يعرف أسعار السلعة الأساسية مثل الأطن والأمح وغيرهم كتير ويقارن هاي الأسعار بالأسعار الحالية لحي المواد والنتيجة اللي طلعت برهنة نظرية روي وهي إنه الدهب قدر يحافظ على قيمته وقوته الشرائية بالفترة بين 500 و1970 ميلادي يعني لمدة 1500 سنة تقريبا كنت بتقدر تشتري نفس الكمية من الأمح مقابل قيمة ثابتة تقريبا من الدولار طب هل هاد معناه إنه الدهب عم يصحح سعره لو يوصل لقيمته الحقيقية الجواب هو إيه؟ ولأ بنفس الوقت يعني ورغم إنه الإجابة غريبة شوي بس لازم وضح لكون هيك شغلة صغيرة قبل ما نكمل من سنة 500 ميلادي ولحد 1970 كانت العملات تتقيم على أساس كميات الدهب وهاد اللي كان يحافظ على قيمة الدهب على مدار العصور بس بسنة 1970 كل شي تغير طب شو اللي صار بسنة 1970 وغير من النظرية اللي عاشت 1500 سنة؟ اللي صار يا عزيزي هو خدعة القرن أو متل ما بنعرفها وبيوصفها الإعلام بصدمة نيكسون بهاي السنة الرئيس الأمريكي نيكسون أعلن فك ارتباط الدولار بالدهب ووقتها المفروض كانت قيمة الدولار تنهار بشكل شبه كامل بس اللي صار إنه الدولار قدر يحافظ على قيمته ومن هاد الوقت الدهب تحول من معيار للقوة الشرائية لسلعة بس هاي السلعة ما بتنطبع عليها كالقواعد السوق اللي بتنطبع على السلعة التانية والعرض والطلب مهنن العامل الرئيسي اللي بيحكم سعره والسبب هو إنه لحد هاللحظة في دول بتستخدم الدهب بإحتياطه النقدي بس الخطوة الأمريكية خلت في عوامل تانية تتحكم بسعر الدهب وأهم هاي العوامل هي قوة الاقتصاد الأمريكي كل ما كان الاقتصاد الأمريكي أقوى كل ما انخفضت قيمة الدهب وكل ما ضعف الاقتصاد الأمريكي بتزيد قيمة الدهب وبنفس الوقت الدهب بيتأثر بالعرض والطلب وبنفس الوقت كمان الدهب بيتأثر بنسب التضخم وبيحاول يرجع قيمته الشرائية وهي شوية عوامل وفي عوامل أكتر بكتير بتأثر بسعر الدهب بس هدول بيكافونا لنشرح ش اللي صاير بالسنين الأخيرة العالم عانى من موجات تضخم كبيرة وهذا اللي خلى أسعار الدهب ترتفع لترجع القيمة الشرائية لفهب تستقر واللي ساعد أسعار الدهب أن تزيده والطلب العالي عليه بسبب الأزمات لأنه العالم لما بتخافه من الأزمات بتشتري دهب لحتى تحاول تحافظ على قيمة أموالها طيب بيش معنى بالأسابيع الأخيرة زاد سعر الدهب بشكل مبالغ فيه خصوصا لما نعرف أنه تصحيح القوة الشرائية للدهب بياخد وقت طويل اللي صار بالأسابيع الأخيرة هو أنه الصين عم تشتري دهب بكميات كبيرة وحتى هلأ بعد ما وصل السعر لـ 2400 دولار تقريبا لسه الصين عم تشتري كميات ضخمة خصوصا أنه مثل ما وضحت لكم هلأ الدهب موجود عند أقل من قيمته الحقيقية بحسب القوة الشرائية طب ليش الصين عم تشتري هاي الكميات الكبيرة من الدهب؟ بحسب مسؤولين من الحكومة الصينية فهدف الصين مو جمع كميات كبيرة من الدهب إنما الهدف هو التخلص من أكبر كمية ممكنة من الدولار خصوصا مع تصاعد الخلاف بين أمريكا والصين بالأيام الأخيرة بعد ما جو بايدن طلع وقال أنه بده يفرض جمارك أعلى على البضايع الصينية وهذا اللي خلل مسؤول بالحكومة الصينية يطلع ويرد على تصريحات بايدن بأنه هذا رح يضر الاقتصاد العالمي ويهدد الحكومة الأمريكية برد صيني بجمارك وضرائب على البضايع الأمريكية الصين حاليا وبعد تصاعد خلافة مع الولايات المتحدة خايفة إنه الولايات المتحدة الأمريكية تصادر لجزء من أموالها بالغرب مثل ما عملت مع روسيا لحيك عبتحاول تتخلص من أكبر كمية ممكنة من الدولار وهذا اللي خل سعر الدهب يزيد بشكل كبير ومبسصين على فكرة عدد كبير من دول العالم ومنا مصر عبتحاول تزود احتياطاتها من الدهب على حساب احتياطاتها من الدولار وهذه اللي عم بيرجع الدهب ليكون أهم الأصول اللي بتتقيم على أساس العملات بعد ما الدولار سيطر على هاي المكانة ومتوقع إنه الدهب يستمر بالزيادة ليرجع يحقق نفس القيمة الشرائية اللي كان عليها قبل الأزمات الأخيرة وهذا معناه وصول الدهب لمستوى 3500 دولار أمريكا للأنصة الوحدة لأنه هذا المستوى اللي بيخلي القيمة الشرائية للدهب بالولايات المتحدة ترجع لمستويات ما قبل الأزمة طيب أمتى رح يوصل الدهب لهذا المستوى؟ المحللين شايفين إنه ارتفاع أكتر من 1000 دولار بسعر الدهب هو ضرب من الخيال وإنه الدهب رح يحقق هاي المستويات بعد ما تنتهي سلسلة التشديد النقدي الأمريكي وترجع مستويات الفائدة الأمريكية عند مستوى مقارب لـ 2% وهذا رح ياخد سنة ونص بأحسن التأديرات والمحللين متوقعين إنه من هون لوقتها رح تكون القيمة الحقيقية للدهب عند 4000 دولار للأنصة بدل 3500 لأنه هدول السنة ونص رح يكون فيهم موجة تضخم جديدة طب هل هاد معناه إنه الوقت مناسب حاليا للشراء؟ إذا ناوي تستثمر بالدهب لمدة ما بتقل عن سنة ونص فالربح بحسب المحللين مضمون 100% بس إذا ناوي تضارب على الدهب فالموضوع خطر جدا لأنه الولايات المتحدة حاليا رح تحاول ترجع اقتصاده لمكانته وهذا ممكن يعمل تقلبات كبيرة بأسعار الدهب وممكن يخلي السعر ينخفض لمستويات تحت الـ 1200 دولار أمريكي للأنصة على المستوى القريب وإذا نجحت الولايات المتحدة بخططها ممكن الانخفاض يكون لمستوى أقل من 2000 دولار أمريكي بس الأكيد إنه رح يرجع الدهب يحقق مكاسب كبيرة والقوة الشرائية للدهب رح ترجع لمستويات قبل الأزمة وهذا معناه إنه تتخطى لـ 3500 دولار حتى لو قدرت أمريكا إنه تأجل هيلة زيادة لفترة مؤقتة بس الأكيد إنه الدهب رح يتخطى مستوى لـ 3000 دولار للأنصة مع نهاية 20-25 وممكن عفكرة قبل هيك بكتير وإذا الحكومة الأمريكية فشلة تحتوي الأزمة الحالية ممكن الدهب يتخطى لـ 3000 دولار قبل نهاية العام الحالي فهل برأيك رح تنجح أمريكا باحتواء الأزمة نوعا ما والارتفاع بسعر الدهب يكون تدريجي؟ لحد ما يستعيد قيمته الشرائية؟ ولا الحكومة الأمريكية رح تتعامل مع الأزمة باستهتار وتخلي أسعار الدهب توصل لمستويات قياسية ما كنا نتخيلها؟ بتمنى تجاوبوني كلكم بالكومنت وإذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس مشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول